موجز لاهم الأنباء أهلا بكم أقرى للجيش الإسرائيلي بتحطم طائرات عسكرية مسيرة في أراضي قطاع غزة خلال مهمة وصفها بالروتينية مؤكدا أنه ما من خشية تسرب معلومات وقال الجيش الإسرائيلي إن السلطات العسكرية باشرت بالتحقيق فيما ذا نجم التحطم عن خلال فني أو استهداف من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة توفي الأسير الفلسطيني نصار تقاطق داخل سجن نيتسان الإسرائيلي وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن نصاري اعتقل في حزيران يونيو الماضي وما يزال موقوفا وقيد التحقيق ورفض نادي الأسير أي ادعاءات حول ظروف وفاته لا سيما وأن عائلته قالت أنه لم يعاني من أي مشاكل صحية في السابق وحمل نادي الأسير الفلسطيني السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاته وعن مصير كافة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أغلق المئات من الشباب الفلسطيني مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان اعتراضا على قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان إغلاق محلات تجارية تابعة للفلسطينيين وأيضا على ملاحقة العمال للفلسطينيين لدفعهم للحصول على إجازات عمل كما يقولون وعمد فلسطينيون إلى قطع مداخل المخيمات الرئيسة بالإطارات المشتعلة قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خاميني إن طهران سترد على مواصفها بالقرصنة البريطانية فيما يتعلق باحتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق ودعت إيران بريطانيا إلى الإفراج فورا عن الناقلة التي سيطر عليها مشات البحرية الملكية البريطانية للاشتباه بأنها انتهكت عقوبات أوروبية بنقل النفط إلى سوريا تظاهر المئات من طلاب وأسادثة الجامعات في الجزائر للأسبوع الحادي والعشرين وذلك للمطالبة بتغيير النظام وإطلاق صراح المعتقلين السياسيين وتشهد الجزائر تظاهرات يشارك فيها مختلف الفئات منذ فبراير شباط الماضي للمطالبة بإجراء إصلاحات وانتخابات رئاسية مبكرة وأجبرت التظاهرات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في الثاني من إبريل نيسان الماضي في مصر ألغى البرلمان عقوبات السجن من قانون يحكم عمليات المنظمات الأهلية غير الحكومية لكنها جماعات حقوقية رفضت التعديلات ووصفتها بأنها غير كافية ويقتصر نشاط المنظمات غير الحكومية بحسب القانون على العمل التنموي والاجتماعي فيما يفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن خمس سنوات وبرر المسؤولون القانون بأنه ضروري لحماية الأمن القومي من تدخلات المنظمات الخيرية التي تحصل على تمويل أجنبي ويلغي القانون الجديد هذا الذي أقره البرلمان بأغلبية عقوبة السجن ويفرض بدلا منها غرمات بمئات الآلاف في تركيا قال وزير الخارجية مولود شاويش أوغلو إنه لا توجد حاجة للتعامل بجدية شديدة مع قرارات الاتحاد الأوروبي بخفض الاتصالات والتمويل لأنقرة بسبب تنقيبها عن النفط والغاز قبالة قبرص وأدل الوزير بالتصريحات في مؤتمر صحفي من عاصمة مقدونيا الشمالية وقالت الخارجية التركية في وقت سابق أن الخطوات لن تؤثر في اعتزام تركيا مواصلة أنشطتها في مجال الطاقة بالمنطقة قال مسؤولون أمريكيون أنه من المقارر أن يجتمع موثلون عن الولايات المتحدة وروسيا في جنيف غدا لبحث اتفاق جديد يقيد التسلح النووي بما قد يشمل الصين في نهاية الأمر وكان دونالد ترامب قال أنه يرغب في رؤية ما وصفه بالجيل التالي من اتفاق الحدي من التسلح مع روسيا والصين قالت كوريا الشمالية أن المحدثات الرامية لتخليها عن أسلحتها النووية في خطر لأن الولايات المتحدة تبدو عازمة على الحنث بوعدها بعدم إجراء تدريبات عسكرية مع كوريا الجنوبية على حد قولها وحيى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي جهود إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية عندما اجتمع مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون على الحدود بين الكوريتين واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة تنديد من ديمقراطيين وحتى من بعض أعضاء حزبه الجمهوري بعد تعليقاته غير المسبوقة والتي اعتبرت عنصرية بحق أربع نائبات ديمقراطيات تقدميات في الكونجرس وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض إن كل ما يفعلنه هو التذمر وقال عن النائبات إن هنا يكرهن الولايات المتحدة نهاية الموجز إلى اللقاء بأمان الله نهاية المتحدة